الآن هذا المثال الخامس اللي موجود بالصفحة ستة هذا المثال موجود بالصفحة ستة من المحاضرات جد المعادلتين اثنين القياسيتين للدائرة يعني هذه الدائرة لها معادلتين قياسية الدائرة تمس المحورين وتمر بالنقطة اثنين واحد هذا نقطة يعني مو مركز تمر بالنقطة اثنين واحد احنا قلنا كل معادلة قياسية لأي دائرة حتى نوجدها نحتاج المركز ونصف القطر نحتاج مركز الدائرة ونصف قطر الدائرة هنا المركز النصف القطر عندي مجهول المركز اللي هو H والK ايضا مجهول يعني ذنك كل المعلومات اللي احتاجها مجهول اللي هو المركز ونصف القطر منطيني فقط نقطة النقطة اللي هي اثنين واحد معناها احدى الاكس يساوي اثنين والواي يساوي واحد هذا الاكس بالواي الموجود بمعادلة القياسية مواتي الدائرة منطيني قيمها اثنين وبواحد طبعا ذنك ما اهن علاقة بالمركز ما نقدر ناخدهن كمركز بس منطيني المعلومة انه تمس المحورين علما ان الدائرة شبهه تمس المحورين طبعا بما انه تمس المحورين اثن الار يساوي قيمة الاكس وقيمة الكي يعني ذنك الثلاثة المجهول الاريدهن اللي هي نصف القطر والمركز احداثيات المركز ثلاثة مستساوية لانه تمس المحورين يعني بما ان الدائرة تمس المحورين معا فالار وحداث الاج وحداث الكي مارد المركز كل هن نفس القيمة بيش راح تفيدنا هاليا راح اعوض بمعادلة الدائرة القياسية اللي هي هذه واي ناقصا كي تربيع يساوي ار تربيع الاكس والواي اللي هي النقطة المنطينية قلنا النقطة تمثل اكس وواي النقطة تمثل اكس وواي يعني عندي الاكس معلوم اثنين وعند الواي معلوم واحد الاج مجهول والكي مجهول والار مجهول لكن بها المعلومة ان الدائرة تمس المحورين قيمة الاج نفسها قيمة الار وقيمة الكي نفسها قيمة الار معناه هنا اقدر اعوض ار ار يعني ذنب الحروف ثلاثة راح اصير حرف واحد شكل واحد مجهول واحد اللي هو ار ار معناها شنو معناها صارت عندي معادلة تحوي على مجهول واحد واي معادلة بها مجهول واحد ممكن انه نوجده اذا راح اعوض قيمة الاكس اثنين قلنا الاكس والواي هي النقطة المنطينيها بالسؤال اثنين واحد هذا قيمته اكس وواي ناقص الاكس قيمته يساوي الار راح اكتب مكان الاكس راح اكتب ار زائد الواي قيمته واحد النقطة هي اثنين واحد اذا قيمة الواي بها واحد ناقص الكي تساوي الاتش وتساوي الار قلنا نكتب مكانها ار تربيع ويساوي ار تربيع صارت عند المعادلة القياسية بها مجهول واحد فقط وهو الار ار هنا وار هنا وار هنا اذا ممكن حالها في الرياضيات اي معادلة بها مجهول واحد ممكن ان تنحل زين ناشا ساوي مربح حدانية مربح حدانية ونصفرها ونشوشن الخطوات المناسبة الى ان نوجد قيمة الار مربح حدانية ضع في الاول او مربح الاول ناقص اثنين في الاول في الثاني اربعة ار زائد ار تربيع هذا القوس الاول زائد مربح الاول اثنين في واحد في سالب ار صالب اثنين ار زائدا مربع الحد الثاني R تربيع ويساوي R تربيع طبعا هاي كميتين متساوية تروح R تربيع نكتب هنا بوحدة هذا R تربيع سالب R سالب 4 سالب 2R ينجمع يصير سالب 6R 4 زائد 1 5 ويساوي هذا الطرف الثاني يعني هذا R تربيع سالب 4 وسالب 2 يصير سالب 6 موجب 4 وموجب 1 موجب 5 وطرف الثاني 0 صارت السواضح معادلة درجة ثانية ممكن نحللها بالتجربة في التجربة يصير R ناقص R أيضا ناقص دين هنطرح عدد ينحاصل ضربهم 5 والفرق بيناتهم 6 أو مجموع طبعا مو فرق 5 في 1 5 نجمح عندي أنه سالب سالب جمعا سالب 5 سالب 1 سالب 6 ويساوي 0 إذن صار عندي صار عندي قيمتين للR يعني نقول أما R ناقص 5 يساوي 0 أو R ناقصا 1 يساوي 0 إذا كان R ناقص 5 يساوي 0 معناها R يساوي 5 R قيمة الأولى للR احتمال تكون 5 R تساوي H وتساوي K معناها H أيضا راح يساوي 5 معناها K أيضا راح يساوي 5 طبعا هنا شوف ما حدد في أي ربع في أي ربع ما محدد لكن هي واضح النقطة هي هي الموجب يعني بالربع الأول لكن لو محدد إحنا راح نراعي الإشارات على التحديد إذا قال في الربع الثاني راح نغير الإشارات على الربع اللي حدده لما محدد الربع واضح من النقطة اللي تمر بها الدائرة إياه الموجب فربع الأول إذا ناسي الاحتمال الأول R يساوي 5 وياها H تساوي 5 والK تساوي 5 إذا المركز راح يكون 5 يعني صار عندي هنا الR 5 ومركزه 5 5 إذا راح ستكون معادلة X ناقص 5 تربيع زائد Y ناقص 5 تربيع ويساوي 5 تربيع يعني 25 هاي المعادلة القياسية الأولى هو بالسؤال جد المعادلتين القياسية هاي الأولى المعادلة الثانية الاحتمال الثاني اللي هو R ناقص 1 يساوي 0 إذن R تساوي 1 إذا R يساوي 1 معناها H أيضا 1 و K أيضا 1 من المحورين معناها المركز راح يكون 1 1 في اعتبار هو بالربع الأول في المركز 1 1 و نصف القطر 1 إذن أعوضهم بالمعادلة القياسية راح تكون X ناقصا 1 تربيع زائدا Y ناقص 1 تربيع و يساوي 1 تربيع يعني 1 هاي المعادلتين القياسية هاي المعادلة الثانية إذن لهذا المعادلة معادلتين هاي المعادلة الأولى هاي المعادلة القياسية الأولى وهاي المعادلة القياسية الثانية من عرفناهن شون استخرجناهن هن لماكن لا نصف القطر ولا احداثيات المركز عرفناها من النقطة ويتمس محورين اوضنا فقط النقطة بالمعادلة القياسية لكن اعتبرنا انه ال H وال K وال R كلهم R لانه تمس المحورين في قيم ال R تساوي قيمة ال H وتساوي قيمة ال K فصارت عندي معادلة تحت وعلى مجهول واحد فتحناها وحللناها بالتجربة صارت عندي قيمتين لل R قيمة خمسة ويتمحل مركز خمسة وقيمة واحد ويتمحل مركز واحد واحد وذلك صارت عندي معادلتين قياسية لهذه المعادلة هذه المعادلة المطلوبة منك تلقي أمثلة موجودة بالكتاب تلقي أمثلة بالتمارين ما مطلوبة يعني هاي الأمثلة ذكرناها فقط هي الأمثلة المطلوبة أو إذا أكو أمثلة بعد ردة ضيفة أنا نزل لك إياها يعني فقط هذه الأمثلة اللي انذكرت هاي المحاضرات هي المطلوبة منك شاكلتها وليسنا الصنع شاكلتها وليسنا الصنع